كما ترأس الأمير العام النائب للحكومة أحمد حسن بشا بفندق ليداج بلازا افتتاع عمل للدورة التدريبية التي نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة حول فنون الإدارة الجديدة رماد جبرين أنجني بما أن متطلبات الهياء السياسية والاجتماعية تختلف من زمن إلى آخر وإن هذا الاختلاف يستدع من الخبراء والباحثين في مجال الإدارة العامة بالقيام بإجراء دراسات موسعة تسهم في عملية تعزيز هذا القطع ولتعميم هذه المعارفة والخبرات الجديدة جاءت هذه الدورة التدريبية لصالح الإداريين العاملين في الإدارة العامة للحكومة بحدث تنمية قدراتهم وإن تبادل مثل هذه المعلومات بالتأكيد سيكون له نتائج إيجابية في القدمات التي يقدمها المشاركون ألا حسب ما ذكره المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة بيسانبي نايب الأمين العام للحكومة حسن أحمد باشا قال ما تسأع إليه السلطات الأولياء أبرى هذه الدورات المتكررة هو تحسين نوعية العمال الإدارية وإن هذه التغنيات الحديثة لديها فاعلية أكثر في إطار برنامج تطوير التنمية المستدامة وهذا يتطابق تماما مع النظرة الساقبة للحكومة للعامة